أهلا بكم في إطار تعليمه المسيح الأسبوعي رحب قداسة البابا فرنسيس في مقابلته العامة بالمؤمنين القادمين من كل أرجاء العالم والناطقين باللغة العربية وتحدث في مقابلته التي ألقاها في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان فقال إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرنسيس تكلم قداسة البابا اليوم على عنصر آخر من عناصر التمييز وهو التعزية الروحية وقال التعزية الروحية هي خبرة فرح داخلي عميقة تساعدنا على أن نرى حضور الله في كل شيء وهي تقوي الإيمان والرجاء فينا وتمنحنا القدرة على أن نصنع الخير فالشخص الذي يختبر هذه التعزية لا يستسلم أمام الصعوبات لأنه يختبر سلاما أقوى من المحنة لذلك فهي عطية كبيرة للحياة الروحية وللحياة ككل بهذه التعزية يشعر الإنسان أنه محاط بحضور الله بطريقة تحترم دائما حريته والتعزية الروحية هي عطية من الروح القدس بها نشعر بإحساس من الحنان تجاه الله يجعلنا جرئين فنريد أن نشاركه في حياته نفسها وأن نعمل ما يرضيه لأننا نشعر بأننا في ألفة معه وهو يرحب بنا ويحبنا ويمنحنا الراحة وقال قدسته لكن هناك أيضا تعزيات مزيفة وهي ضجيج وبريق ومثل نار القش تذهب سريعا وتنطوي على نفسها ولا تهتم بالآخرين وتتركنا فارغين وبعدين عن مركز حياتنا لهذا يجب علينا أن نميز حتى عندما نشعر بالتعزية لأن التعزية المزيفة يمكن أن تصير خطرا إن سعينا إليها على أنها غاية في حد ذاتها وبطريقة مهوسة ونسينا الرب يسوع كما قال القديس بيرنارد نبحث عن تعزيات الله ولا نبحث عن إله التعزيات